اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية بعد ما تعلمنا في المحاضرة السابقة كيفية فتح ملف بي اتش بي واساسيات هذه اللغة ان شاء الله في هذه المحاضرة راح نتعلم موضوع من المواضيع المهمة جدا اللو هو طباعة النصوص او المتغيرات من خلال الدالة اي في البداية راح نعمل ملف جديد طبعا نروح على new وطبعا text document انه لازم نحذف كل شي وننشئ ملف اي ملف مثلا راح اسمي بها .bhp ونفتح هذا الملف طبعا راح يطلب من عندنا هل تريد تغيير الملف الى bhp نقوله اوكي ونفتح هذا الملف باي محرر اكواد مثلا براكتز طيب في البداية راح ننشئ دالة lbhp او كود وسم lbhp طبعا هذه مثل ما تعلمنا في المحاضرة السابقة راح نحفظ الملف وراح نستدعيه بالسيرفر طبعا نكتب localhost ومن ثم اسم المجلد اسم المجلد اني مسميه test طبعا نكتب localhost ومن ثم test ومن ثم اسم المجلد اللي هو بها .bhp نشاهد انه هذا الملف هو ملف طارغ لان ما بيه اي بيانات طيب حتى نضيف بيانات هذه البيانات اما نضيفها كمتغير اما نطبعها بشكل مباشر حتى نطبع هذه البيانات عندنا دالة اسمها echo طبعا هذه الدالة اللي هي echo وقب نكتب echo هذه echo مسافة وعلامة التنصيص shift وحرفة مرة وعلامة التنصيص مرة اخرى ونكتب النص مثلا نكتب diplomat برمجة المواقع الالكترونية طيب وطبعا لابد انه نغلق وسم البي اتش بي من خلال الفارزة المنقوطة وطبعا control s هذا نجي الى المتصفح ورفلاش راح نلاحظ انه ستطلع عدنا دبلومة برمجة المواقع الالكترونية طيب نقدر مثلا نطبع نص بالانجليزي مثلا وبنفس الوقت نقدر نطبع نص بالعربي بها مثلا عبدالسبتار وبنفس الوقت نقدر نطبع ارقام بنفس الطريقة نغلق وسم الايكو ونحفظ وطبعا نحاول انه نسوي رفلاش لاحظ انه اصبحت عندنا الجملة ملتصقة بسبب انه عندنا هنا هذي الجملة موجودة طبعا control s ورفلاش لاحظ انه بها عبدالستار وبها بالانجليزي وهذي تسعين تسعين اللي هي الارقام رح نحذف كل شي ورح نحفظ وطبعا نجي هنا نسوي رفلاش رح كل شي نمسح عندنا فتش اسمه concatenate concatenate يعني ربط او تعاضد شن يعني concatenate يعني اجي اقول ايكو ايكو واطبع هذي الجملة مثلا بها word بالانجليزي واجي اطبع بها وورد بدالة اخرى طيب نجي هنا نعيد ايكو وراح اكتب عالم بها الاحترافي اصبح عدي هذي اللي هي طبعا هذي عندي سطر طباعة وعندي هذا سطر طباعة اخر اذا نجي نسوي رفرش راح نلاحظ انه الجملتين راح يكونن معا طبعا نقدر نسوي ربط للدالتين او السطرين من خلال الامر الامر بعد ما نطبع الجملة الاولى بشكل طبيعي قبل ما نخلي الفارزة المنقوطة اللي هي الخاتمة نخلي نقطة هذي النقطة اللي هي نقطة ومن ثم نضيف الجملة الاخرى هذي الجملة الاخرى نضيفها بهذه المنطقة هذي بعض من احتاجها وطبعا فارزنا القوطة لا ننسى انه هنا نحذف هذي الالامات الاقتباس اصبح عندنا هذي ايكو وهذي ايكو اخرى يعني مكان ما نكتب ايكو راح نضيف النقطة وراح نربطهن بسطر واحد طبعا اذا اجي احفظ كونترول اس وطبعا اجي هنا رفرش الاحظ انه ما راح يتغير عدة شيء لكن انه هنا ملتسقات العربي مع الانجليزة او الجملتين ملتسقات طيب ممكن شنه اسوي اضيف ربط هذي كونكتنيت يعني علامات اقتباس واخلي فراغ واجي هنا اضيف بيناتهم يعني صار عدي هذي الجملة الاولى بالانجليزي مربوطة مع الجملة الثانية اللي هي الفراغ مربوطة مع الجملة الثالثة اللي هي الجملة العربية كونترول اس وطبعا رفرش لاحظ انه راح يصير فراغ طبعا ممكن نجي هنا اضيف ممكن فاصلة ممكن فراغ فاصلة كونترول اس وطبعا الجهنانة لاحظ انه راح يصير عدنا فاصلة لاحظ انه دالة الايكو فائدتها تطبع النصوص او المتغيرات او الدوال مثل ما راح نتعلم ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله تكون هذه الدالة بسيطة وسهلة طبعا لابد انه نفتهمها يعني في حاله ما فهمناها لابد ان نعيد المحاضرة اكثر من مرة حتى نفتهمها لان المحاضرات القادمة كلها معتمدة على هذه الدالة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى